أبناء مصر وبناتها أقول لكم بالصدق المهود بيننا أنني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها كمؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة وأجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها هذه مصر التي نحلم بها جميعا ترجمة نانسي قنقر